جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا مولانا وحبيبنا ورسولنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم أحينا على ملته وتوفنا على سنته وحشرنا تحت لوائه وفي زمرته يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إخوتي أخواتي مشاهدي قناة الصحة وجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحب حضرتكم بعد أجازة سعيدة مع أيام مباركات عشناها كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى مشاعر وشعائر وقربة إلى الله عز وجل وزلفة أيام رتبت على قلوبنا في هذا الهجير وفي هذه الأجواء الصعبة لكن الله تبارك وتعالى لله في أيام دهركم نفحات تعرضنا لها وذقنا بفضل الله سبحانه وتعالى حلاوتها أدينا من شعائر الله ومن النسك التي أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بها فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله اسمحوا لي إخواتي وإخواتي ودواجب علينا كلنا قبل الكلام أن أتقدم عن نفسي وعن كل إنسان عربي ومصري والإنسانية جميعا أتقدم بخالص المواساة لإخواننا في الشعب اللبناني على هذا الحادث المروع الذي اهتزت له قلوبنا جميعا بل قلوب العالم كله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتاهم وأن يشفي جرحاهم وأن ينجههم وبلاد الإسلام والمسلمين والعروب كلها من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينجي بلادنا جميعا من الكوارث والمصائب والزلازل والبراكين والانفجارات وأن يجعلنا جميعا نعيش في سلم وسلام وأمن وأمان يا رب العالمين كذلك اسمحوا لي أن أتقدم بخالص العزاء لزميلنا وأخينا وابننا الفاضل الصحفي والمعد الإعلامي للأستاذ مصطفى حمدي في وفاة والده وهو الحقيقة أخ عزيز على قلبي الحج حمدي والد الأستاذ مصطفى توفي إثر حادث طريق يمكن أعد في المستشفى يوم أو اتنين وتوفاه الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يفسح له في قبره مد بصره وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النار وأن يجعل هذا التصادم الذي حدث هدما فيجعله بإذن الله تبارك وتعالى مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة وبقول لك يا مصطفى اصبر أنت راجل وشد حيلك وكلنا آباؤك وأمهاتك وحولك الوالد صحيح لا يعوض لكن اصبر واحتسب لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فإن لله وإن إليه راجعون تقبل عزائي وعزاء أسرة البرنامج وعزاء فريق العمل كله في خناة الصحة والجماعة الحقيقة يا إخوة الموضوع اللي عايز أتكلم فيه يعني فكرة ربما نعتبرها في إطار علاقتنا بالله سبحانه وتعالى فكرة بسيطة وربما إحنا بننشغل وده شيء كويس طبعا ومطلوب بننشغل بأداء العبادات سواء الفرائض أو النوافل الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكلفنا بيها ويا معروفة صلاة أصوم زكاة حج الأركان الخمسة والنوافل الاثنين مطلوبين وربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصحيح قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أحب الأشياء التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى هي الفرائض التي فرضها عليه لأن دي الأساس الأعمدة التي تقوم عليها بقية أعمال الإسلام الأركان الخمسة ولا يزال عبدي جزء السنن والنوافل وما بنقول النوافل مش يعني صلاة السنة بس الصدقة غير الزكاة نافلة أبواب النوافل والتطوع يعني أكتر من أبواب الفرائض الفرائض محدودة لكن أبواب الصدقات والتطوع والنوافل لا حصر لها من فضل الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى يقول في بقية الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل شوفوا بقى أهمية السنن والنوافل والتطوع ودي مسألة دائمة ربما تبقاش مرتبطة بمواسم زي الحج وزي رمضان وما إلى ذلك مفتوحة الباب مفتوح للتجارة مع الله سبحانه وتعالى وهي تجارة لن تبور طول العام وطول العمر فيقول الله تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته وصل لهذه الدرجة كان عبدا صادقا ربانيا يفعل النوافل بخفة روح وبإقبال طيب وجميل ولذيذ على الله تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا إذن يعني كثرة النوافل والإقبال على الله سبحانه وتعالى من هذا الباب الواسع العظيم الكبير والذي يعني يحصد فيه العبد الأجور العظيمة والكبيرة إن أخلص في عبادته باب النوافل هو طريق الحب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يجعل العبد خفيف الروح مقبل على الله سبحانه وتعالى بلا تكلف وبلا عنة وبلا مشقة وتصبح العبادة إذا كان النوافل عليه خفيفة بهذا الشكل وصلته لدرجة أن يحبه الله سبحانه وتعالى فيتملك هذا الحب من كيانه كله فما بالكم بالفرائض يعني هو في النوافل ما شاء الله فهو أكيد في الفرائض أكثر حرصا وأكثر إقبالا وأداءا وإحكاما لها بفضل الله سبحانه وتعالى طيب دع لقتنا بالأداء اللي هي الشعائر والنسك وما إلى ذلك فيما تعلق بعيد الأضحى شفنا ما شاء الله مظاهر الإقبال على الله سبحانه وتعالى من خلال الذبح والنسك وإطعام الطعام واللحوم وما إلى ذلك والناس كانت فعلا مقبلة وأنا شخصيا جاء الاتصالات كتير ناس عايزة مش تتبح كباش أو خراف يعني خرفان إنما عايزة تتبح عجول يعني الناس يعني كلما سنحت لها الفرصة رغم الظروف الاقتصادية للناس بتمر بها إلا أنها مع الله سبحانه وتعالى لا تتردد يعني إقبال الله وهذا علامة خير علامة على أن الناس يحبون النسك ويحبون ما أمر الله سبحانه وتعالى وإن سنحت لهم الفرصة لن يبخلوا على ذلك لأنهم يشعرون بأن هذا يسعدهم ودي علامة هنقولها من علامات قبول العمل إن شرح الصدر به أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ودي علامة لين القلب لأن بقيت الآية فويلوا للقاسية كلبهم من ذكر الله يعني الإنسان لما يلاقي النفسه خفيف في أي طاعة سواء طاعة عبادة مالية أو عبادة بدنية أو عبادة لسانية ذكر كلمة طيبة أمر بالمعروف نهي على المنكر توجيه نصيحة إرشاد الضال الحاجات اللي موجودة في السنة كلها واللي يقدر عليها بالمناسبة كل الناس كل الناس تقدر على الإسلام كل واحد على حسب طاقته يعني حتى أصحاب الأعذار المرضى والمعاقين وماذا ذلك كل واحد على قدر قدرته وعلى مستوى عجزه له نصيب في العبادة وأجره كامل فهذا الإسلام العظيم يستوعب يعني هذا ديننا المبارك يستوعب كل طاقات الناس ولا يكلف الناس فوق طاقتها كما قال الله تبارك وتعالى في الدعاء الذي وهباه للمؤمنين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا شوف الشدة دي بتخرج فيها كل همومك وكل التقلل لجواك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين دي طبيعة الإسلام وجواره اللي احنا بنتعاطاها بنتعامل بيها طول الوقت هذا الوعي لما يبقى موجود قدامنا كده نستشعر أن الدين ده خفيف وأن العبادة سهلة ميصورة وأن التشدد في الدين غير الاستمساك بالوحي فاستمسك بالذي أوحي إليك استمسك خليك ملتزم بيه وفيه سعادتك وانشرح صدرك وصلاح حالك هذا التعامل مع الإسلام إذا شعرت يوما أن أحدا أثقل عليك الإسلام يبقى بيدلك على الطريق الغلط وهو بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي قال الله له ونيسرك لليسرى فإنما يسرناه شوف القرآن وجماله فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لده يسرناه بلسانك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر إلى كل ذلك فإذا احنا بناخد بالنا من الحاجات دي والانا بقوله ده مجرد تذكير وكلكم تقريبا حضراتكم عارفينه واسمعته كتير وتمارسونه في علاقتكم وفي سيركم إلى الله سبحانه وتعالى سواء في العبادات اليومية أو العبادات الموسمية زي فريضة الصيام في شهر رمضان أو فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيل الله مفتح لنا يا رب أبواب الحرمين حجاجا وعمارا سهلة ميسورة مخبولة من غير وباء ولا بلاء ولا ضرر ولا فتنة يا رب العالمين وما ذلك على الله بعزيز أنا بقول إيه ليه المقدمة دي كلها بقول إلا أنا بقوله ده إحنا بنمرس يعني بنحب الفرائد ونحب النوافل ونحب نعمل الأعمال الصالحة وبنكون سعداء لما بنعمل هذا الكلام لكن هل يترى وده بقى المهم في الموضوع مع أهمية ما قلته يعني دينا وشرعا أداء العبادات ما بعد العبادة في مسألة تتعلق فيما بعد أداء العبادة أيا كانت نوع العبادة سواء فريضة أو سنة أو نافلة فكرة لازم تشغلنا لأنها فكرة هي الأساس في العمل أو المحصلة أو النتيجة ما بعد العمل ربما ربما لا يستطيع أن يقدر عليك الشيطان أو وساوس الدنيا أو الفتن أو المشاغل وإنت تقطع كل ده وتهرب من كل ده وتؤدي الصلاة في وقتها تمام تؤدي الحج إن كنت قادرا والظروف ميسرة تفعل وتفعل وتأمل الأعمال الطيبة لكن ربما ينشغل الإنسان بأداء العبادة فقط ولا ينشغل بالنقطة المهمة اللي بقول عليها هي دي لأن إحنا خارجين من طاعة وخارجين من عبادة عظيمة جدا عبادة الحج وعبادة أداء النسك والتكبير والتهليل ووقفة عرفات واللصام واكتهدوا وختموا القرآن يعني كانت مرحلة موسم عبادة مشحون بطاعة الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يتقبل من الجميع إيه؟ الدعاء ده؟ خلي بالك لأنه ده الموضوع أسأل الله أن يتقبل من الجميع وحتى من التهنئات الشرعية اللي بنقول لبعض في الأعياد كل سنة وانت طيب كل عام انتم بخير عيد سعيد عيد مبارك كل ده جميل ورائع ولذيذ وممتع ودعوات طيبة وتدعو للتفاؤل لكن في لفظة مهمة جدا أهم من كل ده ليه وليك؟ إن أنا أدعي لك وتدعي لي نقول إيه؟ تقبل الله منا ومنكم أو منا ومنك أو تقبل الله هذه الفكرة فكرة انشغال المسلم بعد أداء العبادة أيا كانت العبادة بالقبول يلزمها أولا قبل ربنا يبارك في عمرك إيه مالك صوتك كده مش عجبنا الله يخليك أنا عايزة منك فلط اليهود على هوا عشان كتير يأمن ورائك أه طيب تفضل أقول يا رب فوق كربي أنت بذيني أبدي مبوض حاضر 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 أسأل الله أن يفرج كربك وأن يقضي دينك وأن يعجل لك بذلك وأن يبارك في صحتك وأن يمد لك في عمرك في طاعة ورحمة وبركة وعفو وعافية ولا تيأسي من روح الله سبحانه وتعالى يعني الحقيقة يمكن السيد زوليد المخرج عارف ظروف الحجة المديحة اللي بتكلمني دلوقتي إن هي عندها أولادها معاقين ويعني ابتليت يعني ابتلاء معين في صرف عليهم مصريف فوقعت ووقع عليها دين كبير وهي حريصة على أداء هذا الدين أنا مش بقولي الكلام دا بقى يعني الكلام دا له ما وراءه يعني رقامها في الكنترول أهل الفضل وإحنا عايزين نتاجر مع الله واللي بتاجروا مع الله مش بينتظروا موسم لا دا طريقهم مفتوح وفكرة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني مش يأمرنا بالخير لا خلي بالكم من ديه ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم مش بس أمركم أن تؤمنوا لا خل الإيمان دا حبيب إلى قلوبكم فرحان بنفسك إنك مؤمن فرحان بربنا سبحانه وتعالى فرحان بإن ربنا سبحانه وتعالى جعلك على هذا الدين الحق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وفي آيات الحق اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة ربنا بيحبب الإيمان مش بيأمر ببس ويحببه للمؤمنين ويجعله زينة في قلوبهم فإيمان محبب في قلبك ومزين في قلبك تصرفك هاي بقى إيه؟ أي خير تسمع بيه وتقدر عليه ربنا ما قالش بس فأفعله الخير قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صفات الأنبياء وصفات أتباع الأنبياء اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين معنا مين؟ أستاذ سيد سلام عليكم مع عليكم صرفت زكشتنا زكشت ساعتك بيحب يا ألف مرحبا وانت طيب يا حبيبي ربنا بيحب فضل قلت هذا ساعتك على أرباح البنوك وأرباح صندوق توفير وأرباح صندوق توفير يعني هل حلال أم حرام طيب عندك سؤال تاني؟ لا لا دول باشي شكرا طيب برك الله فيك بنرجع تاني لمسألة الفكرة المهمة أوي نستحضرها في قلوبنا بعد أداء الأعمال طول الوقت طول العمر وإحنا في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى فكرة مش بس أداء العبادة والقيام بالعبادة أي أن كان نوعها سواء فريضة أو نافلة لا أن ينشغل الإنسان بفكرة القبول ما يقولش ما يتعاملش مع ربنا بأنه بيرمي حاجة كده وخلاص بيسقطها عن كهي أنا عملت اللي علي ما فيش مع ربنا كده إحنا مهما لو تحول تحولت كل زر في حياتنا لتسبيحة ما وفينا الله سبحانه وتعالى حقا ولا في نعمة واحدة وده كلام مسلم به وإحنا عارفينه وما بكم من نعمة فمن الله نعمة النفس إنه بقى نفس طبيعي ده وإحنا جربنا ربنا عارفينه وعافيكم هذه نعمة لا تقدر بمليارات ولا بكنوز الدنيا كلها ترفت العين وإنت بترمش كده وأن يأمر الله الأعصاب تبقى طبيعية وترفع بصرك وتغمض وتفتح هذه نعمة عظيمة ده مش كلام عاطفي هذا واقع في حياتنا فلا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على ذلك فما فيش التعامل مع الله سبحانه وتعالى بفكرة ارمي بقى العبادة دي واخلص منها لو اتعاملنا بالشكل ده لن تحدث هذه العبادة أي أثر الصلاة اللي هي العبادة اليومية اللي بنواجهها كفرائد خمس مرات في اليوم غير السنن لو اتعاملنا مع هذه الصلاة بهذا الشكل لن تؤثر في حياتنا يسمي بصلي لكن أين هو روح الصلاة الخشوع روح الصلاة والفلاح مرتبط بالخشوع الخشوع مش بالأداء وقلنا الكلام ده كثيرا قال تعالى في سورة المؤمنين في سورة المؤمنون في أولها بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يبقى فيه أداء قبل الصلاة وضوء كويس استحضار لأنني سأدخل على ملك الملوك سبحانه وتعالى وهبقى عارف معنى الله أكبر وعايز أبقى عامل ترتيبي كده إننا هدخل في الأربع ركعات دول أو الركعتين أين كانت الفريضة واخرج قدر المستطاع وقدر الاستحضار إنسان مختلف فيه شيء إذا كنت داخل بهم شيء من انشراح الصدر لازم أشعر بفرق بمنسوب يعني 5% 10% واكتهد في ذلك وتبقى الفكرة دي حاضرة في ذهني قبل أداء أي عبادة صلى أو غير الأخت خديجة من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ألف مرحبا أولا تحياتي إليك سيد مصطفى وللأستاذ وليده أعمارا أشكرا على حفاق الاستقبال أولا وقبل أن تحلك سؤالت المتطفى أتمنى تفضلي أن الحجة المديحة أن يفكرتها ويزي الهمها وكل المقربين في كل مكان يا رب يا رب العالمين وثؤالي كيف أعرف أن الله تقبل مني تعاتي وفارح الأعمال بارك الله فيك أسئلتك دايما يعني في العمق ومفيدة ربنا يبارك فيك ومرة تانية ما تنسوش الحجة مديحة من ربنا يفرق كربها ويقضي دينها يا رب العالمين دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب بإذن الله تبارك وتعالى خصوصا لا يعرف لا يعرفها ولا يعرف فيه مين وكذا يعني لكن صلة الإيمان بيننا مسلمة في كرب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق كربات المسلمين جميعا يا رب العالمين هي دي الفكرة الأخت خديجة بتسأل بتقول إزاي أشعر أن ربنا سبحانه وتتقبل مني هذا العمل أنا بقى بعيز أقول هي دي الفكرة اللي لازم تسيطر على أفكارنا وتبقى في هم المسلم بعض الصالحين كانوا بيشغلوا بعد العمل ويشوف الناس بتضحك الناس قدت حج قدت صلاة قدت فيلاقيهم فاتصالين عوحهم بتضحك كده بيتحكوا مع بعض هو عنده معيار تاني يقول هل يضحكون فأهنئهم بأن الله قد أوحى إليهم أن عمله أعمالهم قد قبلت يعني كأنه مستغرب أنتوا بتتحكوا من قلبك كده متطمنين إن ربنا قبل أعمالكم عايز يقول أن ينبغي أن يكون الإنسان على حذر ويكون على خوف أن العمل ده ما كانش خالص لوجه الله لازم الفكرة تسيطر على قلوبنا وده تؤدي إلى تحسين العبادة وإلى الإخلاص في العبادة معنا الأستاذة نادية سلام عليكم وعليكم السلام وحضر وبركاته جاك يا شيخ أهلا وسهلا بحضرتك جاك الله تقاكم الخير أعطاكم من النار وقاكم وجعل أصدر سماء وك إن شاء الله أنت ورسمعين آمين يا رب أنا جزاك الله خير على الدعوة الحلوة دي ربنا يكرمي الله يخلي أنا عايزة أعرف من حضرتك يا شيخ أنت حضرتك قلت الأبادات والتعاط والسيام والتسبيح عايزة أعرف لأي حضرتك أنا وقع علي زل مجامد أو يا شيخ يعني لدرجة إن شهود زور بيراحوا شعر زور يا شيخ ومسين السبح وحجين ويحجوا ويشوموا وبيصروا جمالوا كل شيء ده وشاهدوا شاهدوا زور على حاجة هم متأكدين منها ولا حد قال لهم كلام وما تحققوش منه يعني عشان نعرف هي أول اللي جلبنا يعني جلبنا وبياخد عايزة ياخد حق من من فوق من غير يعني حق مش من حقه عايزة ياخد حق يعني مش بتاعه الحاجة دي حقي أنا وهو عايزة خدر ماشي نعم وبيشهدوا جور وبيشهدوا جور وبيصبحوا وبيحجوا وحجوا عايزة أعرف رايح أعرفتك طيب مش رأيي أنا دي كارسة هو دي اللي بنقول يعني هل احنا بنتعامل مع ربنا بانفصام في الشخصية يعني يعني شيء مستغرب في حياتنا الحقيقة يعني آه ممكن إنسان يطيع ربنا ويعصي ويرجع يتوب احنا بشر كله بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون من ذا الذي لم يعصي قط ومن له الحسنة فقط تباخد اتصال حاجة علي أعمل يا دكتور يا أهلا بك معي السؤالين كده طب هو ربنا لما بيتقبل من الدعاء دي بعد فترة ممكن يتوبت سماعة أو أكتر غير لما يعني ربنا بتقبل السؤال أو السؤال الثاني برضو أنا كنت داخل في مشوار جواز وحسل جواز وبعد كده طلاق وبعد كده جواز ثاني حسل طلاق ورغم يعني المشوار الثاني ده يعني خذت فترة مشاكل كثيرة وكل واحد راح لحاله جواز بجواز بجواز وحسل بمشاكل وغاف لك مشوار خضوبة وقعدت لسنة كان كل مخص مشوار يتعطى المشوار بعد نجيب الآخر الخضوبة وكل حاجة ويجي على كد الكتاب وهم كانوا طالعين كلام كتير عن زي بخير ما بيطرفش الكلام ده ونبهنا على أهلاسهم على تسمي الكلام في الموضوع ده وكل واحد راح لحاله برضه يعني نسائبك الأولانيين طلعوا عليك سمعة الأولانيين والتانيين طب ليه بيقولوا كده يعني خلاص الأدام مشوا ربما يكون في بقايا خصومة الجداد كان ممكن اشتك انها جوزة قبل عدة بسبوع ورحت لمأزون ومش عارف وجوز واحد خلاص خلاص دي الله يساعد أنا أنا نبقى على ناسها وكنت عارف العارف الجديد برست برضه وقعت الدنيا وقعت سنة كامل أخش بخط ببلا كثيرة وقعت ربنا كرمني ونجوز بعد كده خلاص اتجوزت الحمد الله وناس كويسين و ربنا معلش سوار ثالث دكتور فضل معلش القرآن وكنت عارف الانتحان وانت محفففش أول سرط البخرة وعيد الكرسي وانت يساعد الانتحان وانت محففش سرط عم يتساعدون وانت محففش على حاجات معين كده هو رجل بيع رفيق وانت محففش لانت خلاص ربنا يساعد خلاص وانت خلاص الانتحان الاربع خمس السيلة الاربع خمس السيلة وانت بعد يوم وهل رجل عشر الجين هو اللي قال لك عليه في الامتحان الاربع خمس السيلة بالنص ورأي بصنة بيعرف رجل طيب رجل صالح يعني اه من الصالحين جعل 40 سنة في البيت لم يتبعش وكانت ناس رفله الناس تكاثر في الأزهر والناس رتب وكانت يسلم عليها وتبت تشرب بيشتاير معاه ويطلب ويطلب بس هذا دي عشر الجين والله ما قدرش أقول لك كده يعني هو ما قالك شي حاجة وحش عشان نقول على صلب جن قالك على آيات معينة وجدت وباب الكرامات باب كرامات الأولياء ده باب موجود من أبواب السنة يعني موجود في رياض الصالحين وفي أحاديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وفي يعني أخبار كثيرة عن كرامات الأولياء ولله في خلق يشؤون طب أنت زعلان لي يعني اللي قال لك عليهم من القرآن لقيته فدي كرامات يعني وعندنا قصص كثيرة عن مشايخنا وعلمائنا اللي تعلمنا على عديهم في الأزهر كان فيهم ربانية وكان فيهم مجابي الدعاء ورب أشعث أخبر ذي طمرين مطروض بالأبواب لا يؤبه يعني رجل بسيط خالص ولا حد الناس عملا اعتبار ولا حد يبصله لو أقسم على الله لأبره يعني فيه بينه وبين الله سبحانه وتعالى يعني طريق مفتوح يجعله مجابي الدعوة عند الله سبحانه وتعالى ودول اللي بنسميهم الأبقياء الأخفياء اللهم اجعلنا منهم وعلى دربهم وعلى طريقتهم نور سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما بقى حكاية الجواز ونصيبة يقول حصل حصل وانت الحمد لله بعد كل ده ربنا يصلك وتزوّك ركز بقى في حياتك الجديدة وعاف الله عما سلف وما تشوشش على نفسك واللي فات مات احنا عشان الوقت طبعا بيجري ما بجاوبش ما بقدرش اجاوب على كل الأسئلة وأنا الموضوع بتاعي مهم جدا لحياتنا مع الله سبحانه وتعالى اللي هو موضوع كيف تقبل الله العمل وكيف أشعر أن عملي مقبول هي دي القضية اللي لازم ننشغل بها مش بس احنا صلينا وصلنا ودبحنا وضحينا والقصة دي ده لابد أن استشعر أنا بعمل كده ليه لأن في ناس أنفقوا وردت عليهم نفقاتهم وربنا قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا طبعا نعوذ بالله من حال الكافرين ورسوله ودي كان التكفي لو كانوا كفروا فقط طبيعي الكافر لا يقبل منه عند الله سبحانه وتعالى لأن شرط الإيمان في القبول لكن مش بس القرآن لم يكتفي بمسألة أن هما كفروا بالله ورسوله دول كانوا من المنافقين اللي بيظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر والعداء للدين والعياذ بالله ولا يأتون الصلاة بص من صفتهم ممكن تبقى صفات دي فينا والعياذ بالله يعني أسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة أما هو هو مش مؤمن بقصة الصلاة دي فيروح لها ليه مدغدغ مكسر هو عايز بس عشان بيصلي مع النبي وما يقدرش يتخلف لأن دي كانت مسائل يعني تفرق بين المسلم والمنافق فيأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون هم بيصرفهم يتصدقهم ولا ينفقون إلا وهم كارهون يعني بازلوا المال وما تقبل منهم ورد هو ربنا سبحانه وتعالى محتاج لملك أنت فقير إلى الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والإنسان إذا كثر ماله وحس أنه انتفش وانتفخ يتصدق ويعيش ما بين البسطاء والفقراء لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الإنسان وهو الذي خلقه وسواه ويعلم مداخل نفسه سبحانه وتعالى فيقول كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى بيحصل حالة استغناء لما لكل الإمكانيات تبقى موجودة حاسس أنه يقدر يعمل كل حاجة لا ما تقدرش تعمل كل حاجة لأن في حاجات في جسمك لو تعطلت تنفق عليها ملايين الدنيا لو عندك وما تتصلحش من الذي وهبك إياها مجانا إنه الله رب العالمين فما ظنكم برب العالمين أما بالنسبة لجريمة أنا بتكلم مش بس بالنحية القانونية قانون يعاقب على هذا لكن فعلا جريمة شهادة الزور النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس لأهمية الأمر ويحذر الصحابة والمسلمين من بعدهم إلى يوم القيامة ويقول ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور وربنا سبحانه وتعالى قال فجتنب الرجس من الأوثان يعني ما تعبدوش الأوثان والأصنام شوفوا وحط جنبها مباشرة واجتنبوا قول الزور أي حاجة باطل في الكلام اجتنبها إلا شهادة الزور ليه لأنها يترتب عليها إن الحق بتاع عم محمد ده يروح لعم علي وعم علي ده مش من حقه إن ياخد هذا الكلام لكن قضية والقاضي إذا كان المسألة وصلت للمحكمة له الظاهر يعني يحكم إيه لي قول والله العظيم أقول الحق إن الرجل ده ملوش حق وده اللي له حق فشاهد الزور بمستسهل عيني المسألة وعايز يجامل عما صاحبه ولا كذا فيحكم القاضي أو الأعدى العرفية إن الفلوس دي مش بتاعة الرجل وهي بتاعته طيب هل أنت يعني ضامن إن هذا الرجل أو هذه المرأة لا تدع عليك ما تحسبنش عليك ما تفوضش أمرها إلى الله سبحانه وتعالى فيصيبك ما يصيبه الشهاد الزور والظالمون لا اتقي دعوة المظلومة فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان كافرا فكفره عليه لكن الله حكم عدد سبحانه وتعالى أم يوسف سلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا بحضرتك إزاي حضرتك أشكرا حضرتك وحضرتك بخير ربنا بارك فيك بعد إذن تسأل بس حضرتك سؤال كده طب أنا من سمعك أوي أم يوسف يعني يريد توطي التلفزيون ماشي حاضر وقت التلفزيون يا سيد بقال لي حد كده أم ألو أيو أنا معك كده سمعك خلونا تسمعني كده أيوة فضل بقال لي بقال لك أنا كده مش طهر في الأرض وكده طبعا يعني من الأرض وكده ومرض المواشي تجدون بتبقى جاية يعني مش مضافة أم فطبعا حضرتك ما بيجي داخل بمثلا نسمع الحافة على الزاب على أي حاجة وبقال أنا جيت آآ نمسح دائما أول دول لحاجات وراء أيوة هو بيجي الشكل معي وانا تعيش صحيا ونفسيا لازم نمسح حيث مكل متوضي ولا حاجة ما نسي على حاجات ميز هو بيصلي جوزك هو مش بيصلي وجيك بقى يعني من الأرض ممكن يعني 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 يجيش في البيت طبعا بسند على باب على أي حاجة بسند عليها يعني طيب يا ميوسف بالله عليك بتقولي له إيه يعني بتقولي له بيحصل مشاكل بتقولي هلو إزاي يعني بتزعائي بتشخطي فبالتالي طبعا يقولي ما تنشحيش طلبة أفضل أنه متوضيئة وعلى بسند على أفضل تلت على أفضل على أي شيء فطبعا ده غلط وانا بسله وكرا فطبعا الموضوع ده مش خايف ليسين وسواك وهل ده يعني لو يمشي الأمور طبعا ما فقاعد ما نسحش إذا بقفل هدومه ما نسحش الباب الحصر عدوة النظر بتعادة كل ده لأسي باقي بخلصين بخلصين بخلصة أرياض جنسة يلعب كرة الشارع وممكن يجي يعود يسم بحضة سجدة كده عدوة عائزة ومدفن على طول محمامة ومصر كده فهل ده لو قاعد عادي هو مثل هجاوبك حاض فضل ربنا يجزدك يا رب العالمين ويصلح الحال وأسأل الله أن يملأ بيتك بالسكينة والطمأنينة والراحة ويهدي الجوزك ويعني يفتح له ويشرح صدره للصلاة لأن الصلاة قبلها وضوء إذا تعود يتوضى خلاص دخل في باب الطهارة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وبعدين بقى ما عادش بقى محتاجين نتكلم في موضوع النظافة والتطهر والتعقيم ده كان ابتلاق عام على العالم كله والأبحاث الأوروبية الحديثة أثبتت إن إحنا كمسلمين سبقنا العالم كله في منظومة التطهر والتعقيم والحجر الصحي وما لازال ده مش كلامنا تشدق بيه ده قالوا إن دي تعليمات محمد صلى الله عليه وسلم لكن خليهم يشوفوا أتباع محمد يلقوهم مختلفين عنه بس إحنا بندعين إحنا بنحب النبي ونصلي على النبي كتير وإحنا ده النبي صلى الله عليه وسلم كنت لو تسلم عليه إيه دك تفضل فيها عطر لمدة أسبوع يعني كأنك أدخلت يدك في جونة عطار العطار طبعا عنده بهارات وعنده عطور وعنده بخور وعنده الحاجات الحتة حلوة فلو فاحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تظل يدك يعني فيها مثل مسك والعطر ده كان كان بيعملوا من عرقه ياخد عرق النبي مسك وعطر صلى الله عليه وسلم طب احنا مش محتاجين بعد يعني احنا لسه دخلين الاسلام أول مبارح ده احنا 1400 سنة أو يزيد وعندنا يعني علماء عملين في التلفزيونات وكان في المساجد ما كان في جمع وان شاء الله ترجع الجمع على خير ونسمع في ازاي ربنا سبحانه وتعالى دينا دين الطهارة إما النبي قولك كده شوف الايمان الايمان فيه صلى وصوم وحج وزكا وأعمال طيبة نص الايمان كده عبادات والنص التاني إذا الاسلام نصين نص فيه التكاليف الشرعية والنص التاني طهور نظافة قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطروا الايمان نص في الايمان طب دين بيقولنا هذا الكلام إيه بقى أدخل جاي من الغيط ألبخ واللي تعبانة في البيت وطالع عينيها مع عيالها وعايزة نظاف لك اللي بحد يطول انه يبقى معاه زوجة نظيفة حريصة وبرضه يبقى تشتغل معاك في الغيط ترجع تلاقي فرشتك نظيفة والحيطان نظيفة طب ما هو ممكن انت خبراحة عادي نعيش زي زي ما مش عايزة أقول لفظي مش كويس ما يصحش الكلام ده يعني بيوت المسلمين ينبغي أن تكون فروعا من مساجدهم انت تقدر تدخل كده في المسجد مستحيل لابد تبقى حريص على نظافة المسجد اشمعنا كده ما بيوتنا برضه والبيوت فيها صلوات يعني لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر بتصلي السنن في البيت وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاةها في كذا وكذا وفي المسجد يعني 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 البيت مسجد أصلا جعلوا بيوتكم قبلة واحنا في الفترة اللي فاتت قبل ما تفتح المساجد كنا بنصلي صلاة النوازل في البيوت تحولت لمساجد بكل معنى الكلمة يبقى لابد ان احنا البيت اللي احنا تحول الى مسجد يبقى له يعني منظومة يدخل في منظومة الطهارة بشكل أقوى وبشكل أعمق انت صبري عليه وواحدة وواحدة وركزي معاه في الصلاة لانه هو يعني مقفول في وشه باب خطير جدا باب الصلاة اللي هي قبلها وضوء وطهارة وفي اغتسال وفي كذا وكذا وكذا وحدة وحدة لان احيانا بتبقى النظافة تربية وتعود اللي مش متعود عليها من من الصغر عشان كده دي تعليمات من الصغر نعلمها نعلمها لأولادنا لا وانت داخل تقلع الجزمة جاي من بره على الحمام يغسل ايدك ووشك اذا كان كذا يعني يعني لازم نجعلها قيم أساسية وتبقى سلوك بعد كده يطلع الولد او البنت عارف يعني ايه فقهيات الطهارة الداخلية والخارجية ولبسه يبقى كذا وهو الاخر ومن خلال تعليم الدين بمنتهى البساطة بدون شخط ونطر اخطر حاجة ان احنا نشخط في عيالنا من باب الدين هيكرهوا الدين يعرفوا ان الدين ده بتاع الشدة والعصبية لا بالسهولة واليسر وما الى ذلك لان الاوامر والنواهي بتبقى تقيلة والشيطان بيوسقلها فبقى اي وسيلة لاينة وطيبة وتربوية وجميعنا نعلم كده ولادنا عشان ما يبقاش يكبر اللي هو ولده ويتجوز ويبقى عبق على امراته تبقى هي نظيفة وهو مش نظيف يعني هو وياكل ويرمي ده كلام وحش وكلام احيانا بتحصل مشاكل في البيوت تؤدي الى الانفصال بسبب مثل هذا لازم فيه معجون اسنان فيه سواك فيه نفس كويس بمبوني فيه البان فيه يعني الحاجات دي ما يصحش ان احنا نكلم فيها لان دي من اساسيات دينا دي مش تجمل ده مش تجمل ده واحد دخل يعني عزب في قبره بسبب ان هو لا يتنزه من بوله النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير في نظر الناس اللي عملوه اما حدوما فكان يمشي بين الناس بالنميمة ويا عن نميمة اللي مالية بلدنا ويا مالية الدنيا النميمة خد من هنا انقل من هنا بدون ما تتحقق ويا ريت ننقل الصح لا نوسع نتطوع ده فلان قال عليك كذا بصراحة يعني يعني أنا بس مرضيتش خلاص انت شايلته منه وده يعذب في قبره محدش قال لك تطوع انقل الخير يعني يعني ليس النمام من ينمي خيرا اذا كنت هتنقل الخير دي مش نميمة حتى لو سمعته بيشتمه وفيه خصومة قوله والله الرجل بيحبك وقول عليك كلام كويس وقول يا معرفش الشيطان دخل بنا ازاي انت خسرت حاجة ومجذبتش حتى لو ما قالش لكن في الإصلاح يجوز الكاذب التاني بقى كان لا يستنزه من بوله يعني يدخل للحمام او يقف على المبولة او ايا كان ما يتطهرش واذا كان بقى بيصلي صلاته ومش مقبولة لان فيه نجاسة انا بيقسفني ان احنا لسه بعد في القرن الواحد والعشرين كمسلمين لسه بنتكلم ونرشد الناس على فكرة التعقيم وخلي بالكو والنظافة دي لو بنعملها من غير كورونا ومن غير عدوى من غير بتاع ربنا هيقينا لان دي عبادة دي منظومة تلقائية في حياة المسلم العاد بس هي دخلة في مسألة التربية وانا ركزت على الحتة دي وطولت شوية لانها مهمة جدا ونعارف ويجي لي اسئلة واتصالت من هذا الباب كتير وده طبعا يتعلق بالزوج المسؤول الاب ويتعلق بالمرأة كذلك ويتعلق بسلوك الابناء انا يمكن عملت حلقة في احدى الخنوات الزمان عن العطر في بيوتنا لازم يبيت فيه بخور لازم يبيت فيه معطر ودي حاجات سهلة مش مكلفة ولا حاجة لازم نعود انفسنا على يعني ان احنا نستمر ونحب العطور والرائحة الزكية الطيبة ده ده سلوك على فكرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحب بقى لي من دنياكم الطيب والنساء شوف المرأة كرمت عند النبي قد ايه وجعلت قرة عيني اعظم وقت بس تريح فيه في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة ثلاث حاجات حب بلي من دنياكم الطيب والنساء عديهم حقهم وابزل لهم الخير وجعلت قرة عيني في الصلاة حبيبي يا رسول الله محمد سلام عليكم السلام عليكم اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك لو سمحت سيف ممكن تبرع البناء المساجد او ترميم مساجد من سكات المن نعم بارك الله فيه هو زكاة المال تخرج مال معروف نصابها وليها تفاصيل فقهية كتير بعض 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 العلماء اجازوا اخراج زكاة المال لبناء المساجد مش هقول كلهم مش مجمع عليه لكن بعض العلماء اجاز هذا الامر وبعضهم قالوا تخرج مال للانصابة التمانية اللي موجودة في سورة التوبة انا عايز اقولك واجماعة مسألة الانشغال بالقبول مسألة ما كانتش بتشغل بال الناس الطيبين الصالحين العاديين يعني انما شغلت بال الانبياء اللي لهم مقام عالي عند الله سبحانه وتعالى وكانوا بيعملوا اعمال مهما توصفها عند الله هي عند الله عظيمة جدا خد بس على سبيل المثال سيدنا ابراهيم انت سمعت عنه الايام اللي فاتت كتير في ايام الحج وما الى ذلك لكن شوف هو بيبني البيت بيت الله الكعبة بيرفع القواعد ربنا من من عظمته ومن ثنائه على ابراهيم وولده اسماعيل عليهما وعلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة والتسليم فيقول ايه يوصف المشهد ده دلوقت احنا شايفين اتنين بيبنوا بيبنوا ايه بيت الله اللي هيبقى قبلة المسلمين الى يوم القيامة الكعبة المشرفة اللي بنتمنى نشوفها رأي العين وينطف حواليها ان شاء الله كلنا يا رب عمرة وحجة مقبولتين ميسورتين في عفو وعافية وقبول يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين يا رب البيت الحرام ويا رب الحل والمقام يا حي يا قيوم فربنا سبحانه وتعالى يقول على سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل بيصف هذا المشرف الناس بتعمل اعمال الله امرها به خلاص وهو اصطفاهم انبياء ومرسلين لكن القرآن يسجل هذا المشهد في سورة البقرة يقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل فيه اعظم من كده عمل انه بيأسسه وبيرفعه قواعد البيت الحرام اللي هو هيكون قبلة لأي مسلم في أي مكان في الكرة الارضية يتوجه له في الصلاة وشرط من شروط صحة الصلاة شرط اساسي التوجه الى الكعبة وسيطوف المسلم هي تبقى جزء من المناسك والسعي الطواف حول هذا البيت هذا البيت الذي زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما وبهجة ونورا وإلى آخره اللي بيقوم بالعملية من أساسها لاتنين دول سيدنا ابراهيم وسيدنا إسماعيل من جمال الآية الله سبحانه وتعالى يسجل كامرة القرآن تلق تلطقت هذا المشهد وتصوروا لك وهو حقيقة لا ريب فيه قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ما قالش هنا القرآن يدعون ويقولون كذا لا ده ذكر الدعاء مما يدل على أنهم مستغرقين وهم بيبنوا عملين الأنشودة بتاعتهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى عايزين من ربنا إيه أنت بتعمل عمل عظيم جدا وبتدعي ربنا أن يكافأك عليه أو لك طلب عند ربنا لك أمنية عايزة حق بتدعو به إنما لا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل كان مشغولين بحاجة تانية وهم بيعملوا أعظم الأعمال رفع القواعد من البيت ركز في دي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بيقوله ربنا كل أملهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلى آخر هذا السياق الجميل اللي ممكن بإذن الله في حلقة تانية وإحنا متكلم على إشارات وعلامات القبول وإزينا تم بقضية القبول وتبقى شغلانة في حلقة قادمة إن شاء الله وطعال أنا بشكر حضراتكم ودايما بكون سعيد في الدقائق اللي بنعودها مع بعض أسأل الله أن يجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا بعده معصومة ولا يجعل بيننا مكروبا ولا محروما ولا شقيا ولا تعيسا وأن ينشر السعادة والبهجة والسرور على بيوت الناس جميعا يا رب العالمين وبشكر مخرجنا الأساس وليد عمارة لاستحملنا شوية جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته